في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يعقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط وسيتطرق خلال هذه الجلسة إلى الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا فيما يعقد مؤتمر صحفي بشأن التعافي بشكل أفضل من فيروس كورونا ينضم إلينا الآن ياسر نوردين مرسل أكسرا نيوز من يورك أرحب بك ياسر وأحدثك عن اللقاحات جديد هذه اللقاحات وتصريحات الرئيس التنفيذي لشركة فايزر لشبكة CNN بالأمس اطلعنا على المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بهذا الشأن في البداية أهلا بك زميلي شادي وبالسادة المشاهدين بالفعل ما زال الوضع كارثيا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية شادي انصح التعبير حيث بلغت الإحصاءات هنا لأكثر من 16 مليون و800 ألف حالة والوفيات تعدت 300 ألف حالة وفاة منذ بداية الجائحة ولكن بالنسبة للقاحات كانت اللقاحات غدا بمشيئة الله سوف يتم التصديق على لقاح مديرنا وإعطائه الصلاحية مثله كمثل لقاح فايزر هذا اللقاح والذي يعتبر لقاحا منافسا جدا لقاح فايزر بايون تيك الشركة الأمريكية والألمانية حيث أن هذا اللقاح شادي هو جرعتين مثل اللقاح فايزر ولكنه بعد فقط الجرعة الأولى يعني هناك 63% من الأعراض تختفي بشكل كامل بعد فقط الجرعة الأولى والتي الفترة الزمنية بينها وبين الجرعة الثانية حوالي 28 يوما أما بما يخص الرئيس التنفيذي لشركة فايزر وهو ألبرت بورلا هذا الشخص كان له لقاء بالأمس مع شبكة سين إن وعندما سئل عن هل أخذ اللقاح فايزر أم لا أجاب بأنه لم يأخذ اللقاح بعد وذلك لأسباب قانونية تتعلق بعدم التصدي لأي شيء يعوق حصول المواطنين أولا على اللقاح ولكنه أعاد وقال لمراسل شبكة سين إن بأنه في سبيله لأخذ اللقاح حيث أن الأمر سوف يطمئن المواطنين أكثر مما هو عليه الآن أيضا عندما سئل عن الكميات التي سوف تقوم بإنزالها للشعب الأمريكي قال بأننا بصدد خمسين مليون عبوة بنهاية هذا العام وأكثر من مليار وثلاثمائة مليون عبوة بحلول العام القادم شادي وهنا في هذا الأمر أيضا كانت بعض الدول العربية مثل المملكة الأردنية الشقيقة قامت أيضا بالتصريح من الأمس لشركة فيزر بايون تيكا باستخدام هذا اللقاح وقال المسؤولين في النظام الطبي هناك بأنهم في سبيل التعاقد أيضا لشركة أسرا زينكا وشركة جونسون أن جونسون أيضا أخيرا في هذا الأمر شادي صرحت FDA أو صرحت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية باختبار منزلي هذا الاختبار المنزلي من شركة استرالية يتم في المنزل وهو ما يقرب ثمنه يقرب بثلاثين دولار أمريكي يعني يطمئن المواطنين قليلا ولا يضطرون للذهاب إلى المستشفيات أو الذهاب إلى المراكز الطبية نعم طب نقطة أخرى أخيرة أحدتك فيها أيضا ياسر يعني البعض من المحللين يتحدث عن مصير الرئيس الأمريكي ترامب بعد خروجه من البيت الأبيض ما هي احتمالية رجوعه أو عبداته للسياسة مرة أخرى مجددا ما الذي يقال في هذا الشأن عندك في الولايات المتحدة بالنسبة لهذا الأمر شادي هو حديث الأوساط هنا في الشارع حتى على المستوى الشارع الأمريكي حيث أن دونالد ترامب مازال يعني مصرا لآخر أيامه في البيت الأبيض مصرا على تزوير الانتخابات وما شابه ذلك فيقول المحللين بأن هذا الرجل دأب على الشهرة وتسليط الأضواء عليه فهناك اختيارات كثيرة وتحليلات كثيرة في هذا الأمر منهم من يقول بأنه سوف يقوم بالترشح كما قال للمساعدين الترشح مرة ثانية في عشرين أربعة وعشرين حتى أنه قيل بأنه أصر أيضا لبعض مستشاري بأنه قد يعلن هذا الترشح في يوم العشرين من يناير من العام القادم وهو يوم تنصيب جو بايدن نكاية في الرجل في هذا الأمر أيضا هناك بأنه سوف يعادي قناة فوكس نيوز والتي كانت على وفاق تام معه في البداية ولكنها عندما أعلنت بأنه قد خسر ولاية أريزونا قبل الإعلان الرسمي لها لصالح جو بايدن انتصب العداء بين دونالد ترامبو حاملته الانتخابية من جهة وبين فوكس نيوز من جهة فهو أيضا يعني يفكر في قناة تلفزيونية تكون هي الأخرى منافسة لفوكس نيوز وأخيرا أيضا يفكر في منصة للتواصل الاجتماعي منافسة لتويتر وأنت تعلم شادي والسادة المشاهدين أيضا كيف حب الرجل لتغريداته اليومية بصفة مستمرة وأخيرا والنقطة الأهم في ذلك الأمر هو القضايا التي سوف تلاحق دونالد ترامب من اليمين ومن اليسار في كل الاتجاهات حتى هنا في نيويورك هناك قضايا من التحرش المدعي العام يجهزها للرجل هناك أشياء كثيرة واختيارات كثيرة سوف تنبئ عنها اليوم التالي لترشح جو بايدن حتى أن هناك من يقول هل ينتقم جو بايدن لنفسه بعد أن يتنصب في العشرين من يناير يعني سيناريهات كثيرة سوف نتابعها على شاشات أكستر نيوز ومعك ومع بقي الزملاء الشادي إن شاء الله بالتأكيد أنا أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات كنت معنا يا سنور الدين مراسل أكستر نيوز من نيويورك شكرا لك اشتركوا في القناة